تفاصيل دشرة الثانية من النيل للأخبار لليوم الثامن والعشرين على التوال يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة حيث قصفت مناطق مختلفة من القطاع لسيما وسطه وجنوبه ما أسفر عن استشهاد عشرات المواطنين الفلسطينيين بينهم أطفال ونساء وأفادت مصادر صحية في قطاع غزة بأن الاحتلال الإسرائيلي قصف منزلا يؤوي نازحين شرقية رفح جنوب القطاع كما قصفت مناطق وسط القطاع بينما شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية سلسلة غارات عنيفة على مناطق بجنوب خان يونس كما تواصل طائرات الاحتلال شن غاراتها المكثفة العنيفة في منطقة رفح من جانبها أفادت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة باستشهاد مائة واثنين عشر فلسطينيا وإصابة مائة وثلاثة وسبعين أخرين في القطاع خلال الساعة الأربع والعشرين الماضية كما أفادت الوزارة بارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى ثمانية وعشرين ألفا ومائة وستة وسبعين شهيدا منذ السابع من أكتوبر الماضي وحتى الآن في السياق ذاته أشارت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إلى أن الاحتلال الإسرائي منع دخول الأكسجين إلى مستشفى الأمل منذ نحو أسبوع ما أدى لاستشهاد ثلاثة مرضى نقلت وسائل إعلام فلسطينية عن قيادي كبير في حركة حماس قوله إن أي هجوم بري للجيش الإسرائيلي على مدينة رفح بقطاع غزة يعني نسف مفاوضات التبادل ونقلت وسائل الإعلام عن القيادي بحماس قوله أيضا إن نتنياهو يحاول التهرب من استحقاقات صفقة التبادل بارتكاب إبادة جماعية وكارثة إنسانية جديدة في رفح هذا وقد قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يامين نتنياهو إن جيشه سيضمن ما أسماه بممر آمن للمدنيين قبل الهجوم المرتقب على مدينة رفح في جنوب قطاع غزة وضف نتنياهو أن هناك مناطق في شمال رفح تم تطهيرها ويمكن استخدامها كمناطق آمنة للمدنيين على حد قوله مشيرا إلى أن الجيش الإسرائيلي سيسيطر على آخر كتائب حماس وعلى رفح وهي المعقل الأخير على حد زعمه وفيما له صلة حذر مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل من أن الهجوم الإسرائيلي المحتمل على مدينة رفح في جنوب قطاع غزة سيشكل كارثة إنسانية تفوق الوصف وأكد بوريل أن استئناف المفاوضات للإفراج عن الرهائن ووقف القتال هو السبيل الوحيد لتجنب وقوع مذبحة بدوره أكد منسق الأمم المتحدة لشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة جيمي ماكوردغيل إن من المستحيل حماية المدنيين في حالة حدوث هجمات برية إسرائيلية في مدينة رفح جنوب قطاع غزة بسبب الكثافة السكانية هناك ووفقا للمركز الإعالمي للأمم المتحدة شدد جيمي ماكوردريك على الحاجة الملحى لإدخال الوقود والمولدات وقطاع الغيار لتحسين توفير المياه مشيرا إلى أن محطة تحلية المياه بجنوب غزة تعمل فقط بما يصل إلى 15% من طاقتها الأصلية قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية إن جريمة إعدام الاحتلال الإسرائيلي لطفل هند رجب وأسرتها وطقم الهلال الأحمر في قطاع غزة يلزم المحكمة الجنائية الدولية بتحمل مسؤولياتها وإصدار مذكرة قلب وتحقيق بحق الجناء ومحاكمتهم وأضافت الخارجية الفلسطينية أن هذه الجريمة تعتبر مثالا حيا وواضحا يعبر عن المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال بحق المدنيين بشكل عام والأطفال منهم بشكل خاص كما طالبت الوزارة بتشكيل فريق تحقيق أممي لمباشرة عمله فورا وبشكل ميداني لتوثيق مجازر وجرائم الاحتلال وتقص الحقائق بشأن حياة المعتقلين والمفقودين كانت وزارة الصحة في قطاع غزة قد أعلنت استشهاد الطفلة هند رجب البالغ من العمر ست سنوات مع أفراد آخرين من أسرتها في سيارة في منطقة تل الهوى بعد انسحاب الدبابات والمدرعات الإسرائيلية منها أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي صباح اليوم أن رئاسة أركان الجيش قررت سحب الفرقة العسكرية 98 من قطاع غزة ونقلها إلى الحدود اللبنانية هذا ودفعت قوات الاحتلال بمزيد من التعزيزات العسكرية إلى الحدود اللبنانية وسط تصاعد وطيرة المواجهات على المنطقة الحدودية وتأتي تلك التعزيزات بعد يوم من فشل قوات الاحتلال في اغتيال قيادات جديدة بحركة حماس وحزب الله في لبنان جدد الطيران الأمريكي غاراته على مناطق تابعة لجماعة الحوثي بمحافظتي الحديدة غرب اليمن وصعدة شمال البلد حيث استهدفت غارتان منطقة القطينات في مدرية بغم بمحافظة صعبة دون أن ترد أنباء عن حجم الخسائر كما استهدف الطيران الأمريكي البريطاني المشترك بغارتين منطقة الجبانة واستهدفت غارة أخرى منطقة الطائف بمدرية الدريمي بمحافظة الحديدة الساحلية من جهتها أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية البنتجون أنها دمرت بئة صاروخ ومنصات إطلاق صواريخ في هجمات على مواقع للحوثين منذ يناير الماضي أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية ارتفاع عدد القتلى من جنودها إلى أربعة إضافة إلى ضابط بحريني إثر تعرضهم لهجوم إرهابي في الصومال وأضافت وزارة الدفاع الإماراتية في بيان لها أن حادث إطلاق النار وقع أثناء أداء القوات الإماراتية مهمة تدريب وتأهيل للقوات المسلحة الصومالية وذلك ضمن اتفاقية ثنائية بين أبوظبي وماقديشيو لتعزيز التعاون العسكري مشيرة إلى تواصل التنسيق والتعاون بين حكومتي البلدين في التحقيق بشأن هذا العمل الإرهابي الآثم هذا وقد أعلنت حركة الشباب المتطرفة المرتبطة بتنظيم القاعدة مسؤوليتها عن الهجوم هذا وقد تقدمت مصر بخالص التعازي والموسائل دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين في استشهاد عدد من منتسب القوات المسلحة الإماراتية وضابط من قوة دفاع البحرين إثر تعرضهم لعمل إرهابي آثم في العاصمة الصومالية ماقديشيو وذلك أثناء أدائهم مهم عملهم وعربت الوزارة ووزارة الخارجية في بيان لها اليوم عن خرص التعازي والموسائل شعبي الإمارات والبحرين ولذوي الضحايا شهداء هذا العمل الإرهابي المشين سائلة المولى عز وجل بأن يتغمدهم برحمته ومتمانية الشفاء للمصابين وأكدت مصر دعمها الكامل وتضامنها مع الصومال في مواجهة الإرهابي وكافة أشكال التطرف أعلنت أوكرانيا أنها دمرت القسم الأكبر من هجوم بنحو 45 طائرة بدون طيار أطلقتها روسيا من دون الإبلاغ عن أضرار في الوقت نفسه قتل سبعة أشخاص بينهم ثلاثة أطفال في غارات ليلية روسية بطائرات بدون طيار استهدفت محطة وقود في مدينة خاركيف شرق أوكرانيا من جانبه أشار رئيس بلدية المدينة إلى أن المسيرات أصابت محطة الوقود وتسببت في تسرب الوقود المشتعل ما أدى إلى احتراق 14 منزلا في المقابل أعلنت روسيا إحباط هجوم أوكرانيا باستخدام زوارق بحرية مسيرة على سفن شحن لمدينة في البحر الأسود يتوجه وزير الخارجية سمح شكر اليوم إلى جمهورية سلوفينيا لترأس الجانب المصري المشارك في أعمال الجولة الثانية لللجنة الوزرية المشتركة للتعاون الاقتصادي ومن المقرر أن يجري شكر مباحثات تستهدف العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها بالإضافة إلى التشاور بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك وفي مقدمتها القضية الفلسطينية كما سيلتقي شكر خلال الزيارة رئيسة سلوفينيا ورئيس الوزراء وعددا من المسؤولين أحال رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جباله خلال الجلسة العامة للمجلس قرارا جمهوريا باتفاقية دولية ومشروعات قوانين مقدمة من الحكومة حول حزمة الحماية الاجتماعية الأخيرة إلى اللجان النوعية بالمجلس لدراستها وإعداد تقارير بشأنها هذا ويناقش مجلس النواب خلال جلسته تقريرا للجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة كذلك مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون رعاية حقوق المسنين بهدف تخفيف العبء عن كاهل صغار المزارعين أطلق التحالف الوطني للعمل الوطني والتنموي بالتعاون مع الهيئة القبطية الإنجلية للخدمات أطلقوا مبادرة إزرع وفي قرية قطيفة بمركز الإبراهيمية بمحافظة الشرقية تم عقد لقاء مع صغار المزارعين للتوعية بأهمية محصول القمح والخدمات التي تقدمها المبادرة نتابع تخفيفا ودعما ومساندة لصغار المزارعين التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي والهيئة القبطية الإنجلية تدعم صغار المزارعين على مستوى محصول القمح الاستراتيجي عبر إمدادهم لهم بالتقاوي بنصف الثمن بدنا ننزل مدرية الزراعة عن طريق قسم الإرشاد الزراعي وقسم المكافحة بدنا نجيب واشؤون الزراعية بدنا نجيب المزحات الصغيرة التي هي المبادرة ماشي عليها إن أصغر من أصغر مفدان أو ألف مفدان أو بمساحة فدان أو فدانين دينا لهم جميع البيانات التي لدينا جيبنا الأسامي المزارعين والمزحات الصغيرة من عن طريق الكارت الفلاح بدنا نجهزهم كل حاجة نزلنا بعد كده أحواض إرشادية عملنا أحواض إرشادية ليهم الهيئة القبطية الإنجلية للخدمات وبالتنصيق مع وزارة الزراعة هنا في محافظة الشرقية تلتقي بصغار المزارعين عبر لقاءات مباشرة بهدف التوعية والإرشاد بالطرق الصحيحة للزراعة ومكافحة الحشاش بنتكلم من خلال مبادرة إزرع اللي أطلقها التحالف الوطني للعمل أهل التنموي مع الهيئة القبطية الإنجلية للخدمات الاجتماعية في مرحلتها الثانية اللي بدأت في نوفمبر 2023 واللي بتستهدف 500 ألف مزارع من أهالينا المزارعين بمساحة مليون فدان وده وفقا لتوجهات فخامة سيد الرئيس في مؤتمر التحالف الوطني الأول اللي تم في يناير 2023 صغار المزارعين عبروا عن شكرهم الكبير لما يقدم لهم من خدمات زراعية متنوعة على مستوى محافظات الجمهورية كافة خدتش كارتين تقاوي من المبادرة وزلع فدان أمح وكويسة إن شاء الله تقاوي كويسة واستفدنا من المبادرة إنها كانت بنص سعر طبعا والناس بيدعمونا ولو فيه أدوية صدق أي حاجة منتوجه للإدارة ونجيب الأدوية اللازمة طبعا للأرض إن شاء الله استفدت تجاوي رخيصة كماوي دوام الجمعية منعوزه كل حاجة منستفاد وآخر حلاوة ودنيا مش حلوة وربنا يبارك فيكم احنا بنشكر الهيئة القبطية اللي جايمة على هذه المبادرة ازرع وانتج للفلاق الصغار في اللحين طبعا نبتدينا التعاوي بنص التكلفة وده مجهود يشكروا عليه واحنا شايفين فيه تطور في قطاع الزراعة بس القيامح محتاجة تعامل من البداية للنهاية تعامل كويسة وزارة الزراعة وبالتنصيق مع التحالف الوطني للعمل الاهلي والتنموي والهيئة القبطية الانجيلية تطلقان مبادرة ازرع بهدف دعم هذا المحصول الاستراتيجي محصول القمح ومزرعي من خلال تقديم الدعم الفني والمعلومتين لصغار المزرعين وايضا امدادهم بالاسمدة والتقاوي بنصف الثمن تخفيفا للعبئ عن كاهلهم من محافظة شرقية محمد عبدالصبور النيل للاخبار قام محافظ القليوبية عبدالحميد الهجان بوضع حجر اساسي لمكتبة مصر العامة بمدينة شبرى الخيمة كذلك وضع حجر اساس انشاء مجمع خدمي بمئة نمى محافظ القليوبية قام بعدد من الجولات الميدانية بمراكز المحافظة للوقوف على حالة نظافة بالميدين العامة بمدينة شبرى الخيمة وبالتحديد بحي غرب قام عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية والسفير رضا الطيفي مدير صندوق مكتبات مصر العامة بوضع حجر اساس انشاء فران لمكتبة مصر العامة وذلك في اطار مبادرة انشاء الف مكتبة حجر اساس اخر وضعه محافظ القليوبية عبدالحميد الهجان لانشاء مجمع خدمي بمنطقة ميتنما بمدينة شبرى الخيمة حيث تم تخصيص قطعة ارض املاك دولة لصالح انشاء المجمع على مساحة 1650 مترا مربعا بتكلفة 20 مليون جنيه ومن المنتظر الانتهاء منه نهاية العام الجاري وتحت شعار خليج ايجابي تفقد محافظ القليوبية المبادرة الطلابية طوخ نظيفة والتي يقوم بها اكثر من مائة شاب وفتا من طلاب المدارس بمدينة طوخ بهدف نظافة الشوارع وحث الشباب ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الاهلية للمشاركة في اعمال النظافة والتجميل والتطوير والحفاظ على البيئة والتي تشهدها المحافظة وللحفاظ على النظافة ايضا قام عبد الحميد الهجان بجولة ميدانية لإطمئنان على رفع مستوى النظافة العامة وازالة الاشغالات بالمحاور الرئيسية والميادين العامة بمدينة الخصوص واحياء شرق وغرب شبرى الخيمة وذلك في اطار الحرص على تقديم خدمات متميزة للمواطنين ولخلق بيئة نقية لهم والاستعداد والجاهزية الكاملة لمواجهة اي ازمات قد تحدث وخلال جولته الميدانية بمنافذ ومعارض بيع السلع الاساسية والاستراتيجية بالمحافظة اطمأن محافظ القليوبية على توفر السلع بكميات كبيرة لتلبية احتياجات المواطنين فضلا عن اسعارها وجودتها للتخفيف عن المواطنين ورفع العبء عن كاهلهم وتفقد المحافظ مصنعين لتعبيئة المواد الغذائية لمتابعة سير العمل والتأكد من جودة الانتاج وتابع عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية اعمال الموجة الثانية والعشرين لازالة التعديات على املاك الدولة والاراضي الزراعية ومخالفات البناء بمراكز ومدن المحافظة وذلك بالتنصيق مع مدرية امن القليوبية والجهات والاجهزة المعنية واكد المحافظ على تصديل التعديات على املاك الدولة والاراضي الزراعية بكل شدة وحسن دون تقاعس او تهاون وعدم السماح بحدوث اي تعديات وازالتها في المهد والتعامل الفوري معها واتخاذ الاجراءات القانونية وتسليم المحاضر وتنفيذ الاحكام الصادرة حيال المخالفين في اطار المبادرة الرئاسية للاكتشاف المبكر لأورام الثدي تم الاعلان عن تسجيل بروتوكولات علاجية مستحدثة لعلاج أورام الثدي حيث كشف الاطباء المختصون عن انواع عديدة لأورام الثدي ساعدت على تشخيص العلاج لكل مريض على حدة انطلاقا من الجهود المضنية التي تبزلها الدولة المصرية لمواجهة أورام الثدي من خلال المبادرة الرئاسية الفاعلة لصحة المرأة للاكتشاف المبكر لأورام الثدي بالتشخيص وتوفير الالاج الملائم للحالة المرضية كشف الاطباء المختصون عن احدث البروتوكولات الالاجية لأورام الثدي وذلك بعد نجاح تسجيل تلك البروتوكولات بهيئة الدواء المصرية سرطان الثدي يعني معروف ان بيحصل بنسبة كبيرة اهم خطوة فيه واهم حاجة ان احنا ننتبه له نبقى واخدين بالنا رغم مشاغل الست الكتيرة اللي بتحصل ورغم اهتمامها بأسرتها فبرضو مطلوب منها كمان انها تنتبه لصحتها تنتبه لأي تغيير ممكن يحصل لها تسارع بالكشف المبكر عشان لو فيه اي حاجة هي حاسة انها متغيرة فيها مش مظبوطة تلحق من اولها الحقيقة الدواء اللي بيطلق النهاردة من اهم الابتكارات والتطورات العلاجية المهمة جدا سرطان السادي مش نوع واحد وكذا نوع فيه نوع هرموني فيه نوع بنسميه سلاسي السلبية وفيه نوع بيستجيب او ليه علاقة بمستقبلات اسمها الهيرتو الهيرتو ده حتى مع الوقت بتاقينا اكتشف انه هو ممكن يبقى هيرتو عالي وهيرتو لو او الهيرتو قليل الايجابية وبالتالي اصبح العلاجات كلها دلوقتي بشخصنا او بنسميه بريسيجن مادسين على حسب النوع ورم السادي اللي موجود كما كشف الاطباء المختصون خلال احتفاليات تسجيل احدث البردخلات العلاجية لأورم السادي ان المواضلات الرئاسية للاكتشاف النوبة كل المرض احدثت طفرة نوعية في مواجهة أورم السادي لو حسينا اي كتلة في السادي ياريتنا توجه ان احنا نكشف مش معنا كده ان احنا بندور انها تطلع ورم لكن 90% من الكتل بتطلع حاجات حميدة ولو اكتشفنا ورم احنا بنكتشفه في المراحل الاولى فبالتالي ان احنا العلاج بيبقى سهل سواء علاج تحفظي او العلاج ما بعد الجراحة بيبقى علاج سهل العلاج أورم السادي متوفر متوفر في كل الاماكن متوفر في المصوشات الحكومية ما بعد مبادرات صحة المرأة لأورم السادي اذا اتكلمني عن النسبة في مصر تقريبا 50 سيدة كل 100 الف سيدة بتصب بسرطان السادي ده بيانعكس عليه تقريبا من شخص 23 ل 25 الف حالة سنويا من سرطان السادي في مصر فعشان كده لو احنا عايزين نحل المشكلة بسرطان السادي لازم بنتكلم في محورين المحور الاول اللي هو الكشف المبكر عشان نشخص عدد اكبر من الحالات في المراحل الاولى القابلة للشفاء والجزء التاني هو العلاج الامسل بالادوية الذاكية التي بتؤدي الى ارتفاع نسبة الشفاء ومعدلات النجام وده اللي بتعمله للمبادلات الرئاسية حاليا لصحة المرأة على الرغم من الكشف عن مرتقلات علاجية مستعدسة لعلاج اورام الثادي الا ان الوقاية والاكتشاف المبكر تعدل حال الامسل لمواجهة تلك الامراض محمد حلمي اني للاخبار صرح وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات دكتور عمر طلعت بان الوزارة تستهدف 400 الف متدرب بموازلة قدرها مليار و700 مليون جنيه للاستثمار في مبادرة اشبال مصر الرقمية جاء ذلك خلال تكريم وزير الاتصالات للطلب الاوائل من الدفع الثانية بمبادرة اشبال مصر ثلاث منح مجانية من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مهدات للطلبة الاوائل المتفوقين بمبادرة اشبال مصر الرقمية هذا ما اعلنه وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال تكريم طلبة الاوائل ثلاث الاوائل من النجاحين في مبادرة اشبال مصر الرقمية ستقوم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتوفير رحلة الدراسة لهم الى الولايات المتحدة الامريكية واحدة من الدول طبعا بلاغة التقدم في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لكي يتعرفوا على احدى مستحدثات ومستجدات التكنولوجيا في مختلف مجموعة هدايا من اجهزة تقنية حديثة لباقي الاوائل هذه الهدايا انما هي لمس التقدير فقط ليس اكثر لتفوقهم واردتهم واسرارهم على التفوق في النجاح تنمية المهارات التكنولوجية من خلال تدريب الطلاب واعداد جيل من الطلبة المتميزين على المستويين العلمي والعملي هو ابرز ما اكد عليه القائمون على تلك المبادرة اذا كان البرنامج احترافي اذا كان البرنامج بيشبع رغبات الطلبة والطلاب بيبقى فعلا الطالب بيبقى ملتزم يعني كان فيه قلق كبير جدا من ان الولاد مش هيقدروا ان هما مع السنة الدراسية ان هما يقدروا ياخدوا البرنامج دوت لكن طبعا الحمد لله لان فيه مهارات كتيرة جدا لها علاقة بادارة الوقت وازاي ان هما يتعاملوا مع بعضهم وازاي يتشاركوا مع الطلبة التانيين قدروا ان هما يخليهم بالعكس كان هذا البرنامج مشجع لهم حتى في السنة الدراسية والعام الدراسي المكرمون اشهدوا بالمبادرة وما تسهم به في بناء الشخصية من خلال مهارات وبرامج احترافية مفيدة جدا يعني كل الناس في اي مجال علشان هي بتساعد في تنمية المهارات اللي احنا محتاجينها في كل المجالات دلوقتي وكمان مهارات الشخصية كمان زي مهارات العرض وحل مشكلات الحاجات اللي كلنا محتاجينها المشاريع فعلا فعلا كانت يعني كافية تحدي وكانت صعبة بس يعني عارفة لما اللي انتي تعملها صح وبيانتي حيب حاسة فخر يعني غير طبيعي فدي كان مزال حاجة حلوة جدا وفعلا تعلمنا حاجات يعني انا كان عندي خلفية بسيطة جدا ودلوقتي اللي هو تعمكت جدا ونفتقدي انه عالم الواب ده فعلا عالم كبير جدا تعلمت في المهارات التقنية حاجات كتيرة للداتا زي حاجات كتيرة جدا هتفيدني في سوء العمل في المستقبل ان شاء الله كشبل من أشبال مصر الرقمية وكمان المهارات الشخصية اللي اكتسبتها ساعدتني جدا في حياتي ودرس ساعدتني انه اطور مهاراتي التقنية المستقبل تاني كان عبارة عن انه بيوريك كذا مجال فحيس تقدر بعد كذا تختار لما تروح اشبال مصر الرقمية مبادرة تستهدف اعداد جيل متميز من النشأ قادر على التسلح باحدث التقنيات في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات كي يصبح مؤهلا لمجتمع مصر الرقمية بما يتواكب مع متطلبات السوق المحلي والدولي والان مشاهدين الكرام وقفة اقتصادية مع سارة قناوي اليك سارة شكرا بك عبدالله اهلا بكم مشاهدين الكرام نتابع معنا اخبار الاقتصاد وفيها وزير المالية يوقع اتفقا تتميليا لبروتوكول تجنب الازدواج الضربية مع الامارات اهلا بكم اكد وزير المالية الدكتور محمد معيت امكانية استيعاب جزء من تأثير الهجامات على السفن في البحر الاحمر على ارادات قناة السويس وذلك بفضل النمو الذي نجحت مصر في تحقيقه قبل بدء الاحداث تأكدات معيت جاءت على همش مشاركته في القمة العالمية للحكومات المنعقدة في دبي حيث استعرض جهود الدولة المصرية في تهيئة بيئة مواتية للاستثمار المحلي والاجنبي من خلال العمل على تسريع وطيرة تنفيذ الاصلاحات الهيكلية واشار الى ان الحكومة تخطط للاعتماد بشكل اكبر على القطاع الخاص فيما يتعلق بالاتفاق على المشروعات وعلى همش مشاركتي معيت في المنتدى الثامن للمالية العامة في الدول العربية المنعقدة في دبي اكد معيت ان الاتفاق التكملي لبروتوكولي تجنب الازدواج الضربية الذي تم توقعه من الجانب الاماراتي يأتي في اطار التحديثات التي يحرص البلدان على اجرائها استهدافا لتعزيز فرص التعاون الاستثماري المشترك واكد معيت حرص الحكومة المصرية على تقديم كافة التسهيلات وتذليل اية عقبات ضربية او جمركية قد تواجه المستثمرين والشركات الاماراتية في مصر ودع معيت مجتمع الاعمال الاماراتي الى الاستفادة من الاجراءات التي اتخذت الحكومة المصرية المحفزة للانتاج والتصدير في مختلف المجالات بما في ذلك الرخص الذهبية ووثيق سياسة ملكية الدولة قال مساعد وزير المالية للسياسات والتطوير الضربية رامي يوسف ان هناك قانون جديد للضريب على الدخل سيصدر قريبا ولا مجال لزيادة سعر الضريبة واضف يوسف ان اعداد قانون جديد او اعداد قانون جديد للضريب على الدخل يتطلب قدرة زمنية قد تتخطى العامين حيث تتطلب هذه الخطوة ضرورة ادخال اصلاحات وتعدلات على قانون الدخل الحالية واضح انه عند وضع القانون الجديد ستتم مراعاة ان يتسم بالمرونة والبساطة وقال ان هناك اهتماما كبيرا لتسهيل اجراءات رد الضريب على القيمة المضافة للممولين وذلك من خلل توحيد الاجراءات وتقليص المدة الزمنية اللازمة للرد تباين اداء مؤشرات البورصة المصرية خلال تعاملات اولى جلسات الاسبوع وسط اتجاه بيعي للعرب قابله اتجاه شرائي للمصريين والاجانب وترجع المؤشر الرئيسي اي جي اكس ثورتي بنحو ثلاثة من عشر بالمئة مقتربا من مستوى ثمانة وعشرين الفا وثلاثمائة وإحدى وعشرين نقطة في حين ارتفع المؤشر اي جي اكس ثورتي و اي جي اكس هندرد بنسبين تراوحت بين اثنين من عشر بالمئة وثلاثة من عشر بالمئة اكدت مديرة صندوق النقد الدولي كريستيالانا جورجيفا ان التسعة رقعة الصراع في الشرق الاوسط قد يؤدي الى تفاقم الاضرار الاقتصادية على المستوى العالمي وفي كلمة لها امام المنتدى المالي العربي المنعقد في دبي قال جورجيفا ان الحرب الاسرائيلية على غزة تسببت في تدهور النشاط الاقتصادي في القطاع والضفة الغربية مشيرة الى انها خفضت النشاط الاقتصادي في القطاع بنسبة 80% في حين تراجع النشاط 22% في الضفة الغربية مشيرة الى ان توقعات اداء الاقتصاد الفلسطيني تزداد سوءا مع استمرار الحرب واضافت جورجيفا ان صندوق النقد يراقب عن كثب التأثيرات المالية لتلك الحرب على قطاعات عديدة في بعض الدول منوهة الى ان تأثير الحرب يظهر من خلال ارتفاع تكاليف شحن السفن وانخفاض احجام العبور في البحر الاحمر باكثر من 40% نهاية اخبار الاقتصاد شكرا لطيب المتابع وعودة للزميل العبدالله اليك عبدالله شكرا سارة نهاية الثانية في قناة النيل للاخبار وهذا تذكير بابرز العنوين في اليوم الثامن والعشرين بعد المئة غارة مكثفة على خان يونس ورفح وحصيلة الشهدات تتجاوز الثمانية وعشرين الفا ومائة وسبعين رغم التحذيرات الدولية نتنياهو يتعهد بتوفير ممر آمن للمدنيين في رفح حال الهجوم المرتقب وحماس تقول ان ذلك يعني نسف مفاوضات التبادل وسط تصاعد حدة التوترات اسرائيل تسحب اكبر فرقها العسكرية من قطاع غزة وتنقلها الى الحدود مع لبنان وللمزيد دائما نايل دوتهي جي الى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة